واسمع مني مثل العادة مع جويل زعيتر سباح الخير جويل سباح النور لوركا كيفنا اليوم ميحة الحمد لله دايما منورة جويل سمالة عليك تسلميلي اليوم الموضوع دايما بقلك هيدا العنوان هلا بقولوا الناس اللي عم يشوفونا دايما بتغزلها بس هو هيدا الحقيقة العنوان التجسس على الشريك تعرفي قدر تجرح هالجملة ليش لانا عدد واقع وياما منلاقي ان كان عفكرة حتى ما نقول رجل او مرأة دايما كل الرجال وكل النساء هيدا شي كتير عام ممكن يحدث هون وممكن يحدث هون كتير نسوان بتجسسوا عرجالهم ان كان عبر التلفون ان كان عبر يعملونهم كبسة عشغلهم يسألوا عنهم ما التجسس بياخد كذا شكل وان كان عبر وان كان الرجل كمان بيشك بمرته وايضا بتجسس عليها تفضل كيف تتناولي هذا الموضوع مثل ما ذكرت هذه المؤدمة كتير حلوة وبتشلح هذا الموضوع انه وقات من استغرب انه منقول الزوج عم يتجسس على زوجته او العكس صحيح الزوجة عم تتجسس على زوجها هون طبعا التجسس متل ما قلت كمان اقلوا عدة اشكال ممكن جيس تكون عم بتطلع له بتلفونه من وقت لتاني مع الباسورد طبع قصصه والأبليكيشن زي اللي قلو تلحقه على الشغل او تبعط حدا يراقبه يمكن توصل للمطرة حلوة منحكي بالموضوع انه بعدين بس يكونوا كبار تبعط ولادة يعني لابنتها ابنة شوفني بيك عن جدهون او العاكس صحيح البي كمان او تبعط حدا من افراد العيلة او الرفقة ممكن كمانها تفتش بالتيابو تكون عم بترقب يعني كل هيدول التفاصيل كل هون بيندرجوا تحت خانة التجسس او يكون عم بيرقبوا هيدا نعم شوالي ريت نعرف سببه النفسي وليه في ناس بتعمل هيك وفي ناس ما بتعمل هيك شو الفرق بينتهم مزبوط هلأ هون بدنا نشوف شو تداعيات هيدا الموضوع التجسس شو بيصير من بعده شو الخطورة طبعه والاسباب طبعه هلأ رح نسكرها بس قبل ما نقول الأضرار والاسباب لوركا لازم نعرف دايما انه هيدا الشخص اللي عم يعمل هيدا العمل المتجسس اللي عم يتجسس من وين نبع هيدا السلوك اللي هو عم يعمله يعني هو اللي عليه أول الآخر يعني هيدا مرض فيه بغض النظر زوجه اذا كان أمين اذا كان مقلص هو المرض فيه ولا الآخر هو بيخليك يتعامل هيك أوكي هلأ فيه طبعا ما رح نقول هو مش مرض هو اتراب بالسلوك بيكون بعدم بس بيعمل هي المريضة الحقيقة صحيح طبعا بيتعب وقاله أكتر ما يتعب الشخص اللي عم يتجسس عليه طبعا الشخص اللي عم يتجسس عليه لبعدين إذا اكتشف طبعا رح يصير مزعوج منه مرتاح منه طبيعته عم يتصرف بس اللي عم يبدو اللي عم يعمل هيدا العمل بيتعب أكتر بيصير مفوكس على هيدا الموضوع وبيعمل أمور تانية أساسية ومهمة بحياته وشغله وعائلته واشبيته اللي لازم نعمل على مسؤولياته كتير بيتعب حتى ممكن لورك هلأ عم نحكي ممكن عبطتنا كتير الأمور ببعضها بس ما بيأثر لأنه كله تحت هيدا الموضوع هيدا الإنسان يقول هيدا لشي لأولاده يعني من دون ما يحس مثل أولاده يحس أنه هيدا شي طبيعي أنه مهمة هيدا بتظل تتلاحق بي أو تفتش له وتبرحش له بغراده والعاكس صحيح أو يعني بصير الحالية منها طبعا حتى جوال ربما بالنسبة للولاد سوريا عم بقاطعيك منورتهم ساعتها من خلال شو عم بيتربوا هيدا الفكرة منورتهم يعني بيطلع أولادنا يا مثل ما يعكسنا كليا يعني يا عكسنا لأنه رفضين الفكرة وعاشوا من بشكلها يا مثلنا لأنه ورتوها عننا وفاعتبروها صح وعلى الميلتين هيدا الشي غلط طبعا وبنفس الوقت طبعا على الميلتين هيدا الشي غلط وحتى بستا ينكشف رح يحسس هالفارتنا طبعا بعدم السقة ويرجعوا لمرحلة السفر مثل من أول ما بلشوا يبنوا هيدا العلاقة سوا كتير إلى مخاطر طبعا لازم نعرف هيدا السلوك مثل ما كنت عم قول من وين نابع من وين جاية ومفروض أنه يكون جاية من فكرة مقلقة أو حتث مقلقة اللي هيدا الشخص يكون عنده خوف يكون عنده قلق يكون عنده عدم إرتيح يعني مش معقول يجي هيدا الشخص يكون هيدا الشخص يكون عنده قلق بس طبعا مش معني تلك الهيك طبعا فيه أشخاص هي منها لحالة حتى مثل ما قلت أنت البرتنر طبعا بيكون كتير ما عم يتصرف شي غريب كتير طبيعي بس هيك عنده عدم إرتيح وعنده هيدا الشعور فهذا فهذا إذا بدي أختصر اللي عم تقولي فيه فيه أشخاص بيكون عنده هيدا الاتراب بغض النظر عن الشريك هيدا الشي نابع من طفولتهم ربما من نظرتهم لنفسهم ونثقتهم بحالهم ومريتهم كيف يشوفوا حالهم وشي معلق بالشريك أنه هو شخص ما بينواسق فيه أو بيوحي أنه بيعمل شي أو أنه عنده حركات ما بيطمن شريكه فهي هيك طبعا إذا بارتنر مثلا أنه إذا مثلا رد التليفون بيخبيه أو كل شوية بيغير الفاسورد أو غراده ممنوع حدا يدقرهم التليفون ممنوع حدا ينسكه هيدا ممنوع لا ما ضروري هالأدن شدد يعني أوكي نحن هلأ رح نحكي أنه نعرف أنه في خصوصيات وطبعا ما لازم تنخرق هيدا الخصوصيات لو كانوا اثنين مجوازين أوكي يعني يعني بعرف أشخاص بيقولوا نحن مجوازين نحن واحد لازم كل شي متاح إلي كل شي متاح إلي صح كتير حلو هيدا الشي كثير وأنا يمكن بأيد هيدا الموضوع أنه ما ضروري يكون فيه تخباية ببعض القصص بس فيه أشياء عن جهة خاصة بتبقى بالشخص يمكن أنا هيدا الكتاب يعني لشي معين حدا عاتيني يمكن هون حدا نفقتي عم تحكين مشاكل عم حدا يمكن مضروري مثلا البارتنر قاعد عم يطلع وأنا عم بطلع له بغراده يعني فيه بعض الأشياء بس ما يخب يعني أنه ما يخب ما ضروري يقول أنا مرح أطلع بالتليفهون بس ما تخفي ساعتنا أنا بيصير أطلع فيه طب صحيح يعني هيدا هو اللي بدنا نوصل طب أصلا بالعلاقات يا جوال بس لننصح الناس أنه بقدر الواحد يعمل باسورد إذا واحد مرت وجوزة أنا بعرف طير عالم بيعمل بس هيدا الشيء منيح شيء مثلا بالاضطراب حتى نقدر نكون عم ننصح أنا وياك حتى هالعالم ممكن أنت يكون عندك رأي بهذا الموضوع وأنا عند رأي شخص كيف بعمله بحياتي طبعا هو مش غالت أنا رأي بهالموضوع أنا رأي كتير تارفي روح على التطرف أنا مرة حطيت أغني يعني إذا رأي تطلع لك أغني عادة مش هيك إذا رأيت حطيت أغني أعطيني حريتي أطلق يدي تابعتهم كلتم صار في مشكلة وي رأي رأي شريك يعتبر ضده لها الدرجة يعني فكيف إذا باسفورج فما بعرف هو بلسي في اتفاق بين اتنين بحياتي في اتفاق بجي كون في ارتياح بين الشخصين لوركا يعني إذا أنا بيكون برايحة والعاكس صحيح أدي هيدا الشي بيكون يعني مش أنا حاط كلنا لدينا باسورد للتليفون بس يمكن بحاجة يصورني بالتليفون يمكن بحاجة يشوف شي بالتليفون صور شي معين أنه أعطينا فيز الباسورد مش لا قوعة وما بيستوى هؤل الحركات اللي بيصير قوعة أو بيخذ وبيخذ بالتليفون مثل ما كنت عم هوني خلاص ماشي أكيد هون وقع الشق وقع الظن وإذا المرأة مطمنة بتصير بطل مطمنة أو بالعكس يعني صحيح بسيش أنا عملي غير هيدا الباسورد وأنا بجيب أقوله أنه خلاص غيرته وأنه ممنوع تدقر وممنوع هاي بعرف كتير عالم هاي فهون لوركا لنرجع على الموضوع صار عنا نقطتين أول نقطة هي مطراب ممكن يكون بسلوك عند هيدا الشخص لأنه نابع من مخاوف من ألق من أشياء المخاوف عدم ثقاب خان وتعرض للطعن أو الخيانة متأهل صار عنده مشاكل يعني لا يليم على هيدا الشغلة أو البرتنر الثاني من الناحية الثانية عم يعمل تصرفات بتستدعي أنه صحيح أنه يكون صح هون شو بده يصير لورك أنا نقول وقعت الواقع وصار كتير مثل ما قلنا يتجسس عليه عم يتعب هيدا الشخص تعب غيره وتعب هو أكيد هو تعب أكتر بكتير حياته صار خلص من فوق سي بس على هيدا الموضوع بس بده يعرف أنه شو عم بصير في شي عم يتخب علي أو وصلنا وتنكشف يعني الشريك اللي لقله كشف أنه عم يتجسس عليه إن كان بالتلفون إن كان بالمراقبة بالتاب شو من كان عم يبعث له حدا أي شي هون طبعا الموقف منه كتير حلو الموقف أكيد حيكون كتير محرج بالأخص إذا هذا البرتنر عن جد ما يعمل شي يعني عن جد ما في شي حتى يولم عليه أو يحكب عليه فهون شو لازم يكون الأركة أولا طبعا ما لازم هذا الشخص اللي يتجسس يطلع عليه بالعالة وأنت وأنا وما بعرف شو أكيد لا لازم يكون صحيح أولا لازم يكون يعتذر يقدم هذا الاعتذار بطريقة أكيد مش أنه يعني خلص عن جد حاسس حواله أنه هو مخلط وأنه مثل فاكس هيدا الشي اللي هو مؤدس بيناتهم وليزم يعتذر ويفسر لأنه أنا مني عم بعمل هيك طالع عبالي أنه أنا أتجسس عليك طالع عبالي كان أمت بهذا الفعل لأنه واحد مين ثلاث لأنه أنت مرة عملت هيك لأنه مرة صار هيك لأنه عم حس عليك شوي مغير هالفترة لأنه أنت مع أنه جوال هيدا الخوار لازم يصير قبل صح يعني أنا برأي أنه هذا الخوار قبل ما المرة توصل أو الظلم يوصل لمطرح الشك لأن الشك مهلك مثل ما قلت لازم قبل تقول له تعال قال لك في شي أنا مش فهمنته وحط لك مدرشو اسمع مدرشو وإلحقك وكذا وهذا الشي بزعجك إمتى عفكرة ما بينزعج الآخر كمان يعني بتخربيله حياته يعني فتكون إذا رأى عند أمه بحس حاله عن معمل شي غلط خطيئة يعني معمل شي غلط صحيح هو حتى لو كان ساير قبل إذا ما توضحت لأمور وإذا فعلا هيدا البرتنر ما حس بالثقة والأمان رح يرجع يقوم بهذا فعلا إذا كان هو مثل ما بيقوله يعني عنده استعداد لهذه الحركات يعني في عالم بتقولك لا أنا ما عندي وقت له التفاصيل أنا قعد أتبع ورائب مكتما بقوله صار هيك هيك بيوضح لي خلصنا هالقد بيكون الحقيقة عندهم إيزي ما بتفرؤ معهم في أشخاص تانين لا بيبدون يعرفوا بدون لا 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 بحاله مثل ما قلنا يا عدم سأة بغيرهم يا عدم سأة بنفسهم وموني مثل ما قلنا لازم يكون في اعتذار وحسب والدور شو بيوقع على الطرف الثاني لازم يكون عنده النضوج والوعي والكافة أنه يقدر أنجد يستوعب حيث البارتنر أنه التصرف نابع من خوف من قلق لازم أنا أحتوي هذا الموضوع ولازم أنا أعرف ساعده واشرح له وطامنه مثل الكلمة التي أنت قلتها هي أساسية كثير مهم اللي عم تقولي جويل عانجاد شكرا جزيلا مضطرقني بس كمان ذكرتيني بجملة بيقول أظن شمس التبريزي أنه لا تقترب حين تنبهر أقترب حين تطمئن فالأطمئنين ربما هو يعني الهدف الأسمى والأخير والأبدي بحياتنا أنه أنا أطمئن لشخص لأكون صديقته لأكون حبيبته لأكون مرته أطمئن لعملي لأكون بقلبه فالأطمئنين كتير مهم والأطمئنين بيجي من جواتنا وكمان من الآخر اللي عايش بوجنا بظن هيدا الموضوع بيحتمل حلقة تانية جويل ما بعرف كيف ممكن يعني كيف ممكن نطم من الآخر كيف ممكن نعالج فكرة الوسويس عوقات بيدخل الوسي دي بالموضوع يعني ياريت نرجع نكفي بدأ شكرك كتير جوال على هالفكرة الحلوة وعلى كل شيء بتتمنى لك أسبوع لطيف شكرا جزيلا وإليك